نبدأ حلقتنا بأول الأخبار حيث اجتمعت اليوم لجنة الانضباط بالاتحاد السعود لكرة القدم ويعني البيان طويل لكني سحاول أن نختصر فيما يخص مباراة نادي الهلال والتعاون ضمن دوري زين الموسم الرياضي الحالي اطلعت لجنة اللجنة على لائحة العقوبات وعلى التسجيل المرئي في المشار إليه أعلى المهم أنه عند قيام جماهير النادي بخصوص اللائحة بالقذف بأي مادة أو بأي أداي عاقب النادي بغرابة مالية 30 ألف ريال والمادة عشرة نص على أنه إذا تكرر المخالفة فإن تتضاعف العقوبة الرياضية والغرامة المالية عموما هذه فيما يخص المادة وحيث ثبت اللجنة أن جمهور نادي الهلال قام بقذف الأحذية وعبوات المياه تجاه الحكام عند خروجه من أرض الملعب واستناداً إلى تسجيل المرئي وحيث تعتبر تلك السلوكيات مخالفة بموجب نص المادة 16 على 2 من اللائحة المشار إليها علىه وحيث أن المخالفة الثانية لجمهور نادي الهلال لهذا الموسم فيما يخص القذف بأداء وحيث أن النظر هذه المخالفة من اقتصاص اللجنة من اللائحة عليه قررت ما يلي تغيير نادي الهلال مبلغ وقدره 90 ألف ريال وتحذير نادي الهلال بأنه في حال تكرار الجمهور لذات المخالفة سوف تتضاعف الغرامة المالية الثانية مع إقامة مباراة للنادي خارج أو على أرضه عفوا بدون جمهور وسوف تحدد نسبة 30% من مجموع مقاعد الجمهور في الملاعب لجماهير النادي المنافس ويلتزم النادي الهلال بكافة المصروفات لإقامة المباراة بدون جمهور هذا القرار قابل للاستيناف وفق اللائحة في قرار ثاني بخصوص تصريح الأمير عبد الرحمن مساعد لوسائل إعلام حول حكم المباراة وفقا للتصريح المرئي وحيث اطلعت اللجنة على اللائحة وكذا وكذا ثبت للجنة أن تصريح رئيس نادي الهلال وبأسلوب غير مباشر تضمن إساءة لحكم المباراة وفقا للتصوير المرئي وحيث يعتبر ذلك السلوك مخالفة بموجب نص المادة من اللائحة المشار إليها عليه قرارة اللجنة ما يلي تحذير رئيس نادي الهلال بأنه في حال تكرار المخالفة سوف يطبق بحق نص العقوبة الواردة في المادة 28 على واحد من اللائحة العقوبات وهذا القرار غير قابل للاستيناف أستاذ صالح تعليقك على القرار بسم الله الصلاة والسلامة ورسول الله طبعا دائما يجب أن نكون الانضباط والانضباطية التنظيم والنظام هو أساس النجاح لكل آلية عمل تكون جديدة على مجتمع أو تكون حتى ممارسة ولكن في فترة من الفترات حدث فيها بعض التجاوزات لا بد من سن اللواح والأنظمة الواضحة التي يتم بموجبها أصدار العقوبات لا شك أنه على إدارة الهلال ورئيس الهلال تقبل مثل هذه الأمور وفي النهاية أي أمور تنظيمية تخص كرة القدم ككرة قدم محترفة على أحد أن نرحب بها ودائما المساندين لها يعني لا يمكن أن تعترض على قرارات كهذه ولجت الانضباط في الترخيدي الشخصي إذا استمرت على هذه الوتيرة أنها في كل أسبوع تصدر ما يستوجب إصداره من قرارات تجاه أي مخالفات تراها لا شك أنه هذه الأمور ستجعل المجتمع الكروي الرياضي بلاش نسميه الشارع لأن الشارع هو اللي يأتي منه الجماهير لكن المجتمع نتكلم عن اللي يأتي منه الإداري ويأتي منه الرئيس النادي وعضو الشرف للأخير المنظمون اللي على مستوى كبير ومفروض ترضي يكونوا قدوة في اللفظ والفعل أنت تشوف أنه في شيء يستحق التحذير في تطرح رئيس الهلال لا أشوف عادل تبي أرد بنفس الأسلوب لا أنا سألك يعني أوكي تسألني بنفس يعني مثلا هل سيقبل منه رئيس الهلال مثلا لو أعطينا إذا كان هو يردنا طبعا الواحد ما يحاول أنه يتغاب أمام المتلقي طبعا ما أطلت مطابعة طلبت سألتك وجوش سألتني أعطيك خلاب أعطيك يا برؤية أخرى خلاب أعطيك يا برؤية أخرى يعني تخيل لو قلنا أنهم يا إدارة الهلال يا جماهير الهلال يجب أن لا تغضبوا فالهلال الآن أحضر دول كي يدرب ويصبح مدربا للمنتخب الألماني وأنه دعم العين بياس القحطاني وأنه دعم أيضا أندية أخرى محلي لا نتكلم من نفس الموضوع نفس موضوع هل سألتك سؤال مباشر هل ستقبل من إدارة الهلال مثل هذا الطرح وأنها دعمت المغرب مثلا بالمدرب لا لا ما ذهبت بعيدا أقصد أنه أنا سألتك سؤال مباشر اللغة اللي فيها إشادة ولكنها مبطنة أنه مثلا عكس ذلك هو لا شك أنه كانت يعني مع كامل احترام والتقدير الأميرة عبد الرحمن كان تستحق التحذير وجهة نظري طيح أسأل عثمان مالي نعم صوته بس تفضل نفس التعليق على نفس الموضوع قضية العقوبة الجماهية الهلال والتحذير رئيس الهلال أعتقد أنه اللائحة واضحة تم الإشارة إليها في القرار والعقوبة بالتأكيد مستحقة وأنا أعتقد أنه كان في العقوبة تقدم بالنسبة لجنة الإنظباط كان هناك جرأة ولو كانت جرأة صغيرة أو قليلة أو ضعيفة لأنه على الأقل في القرار تم الإشارة إلى رئيس نادي الهلال يعني لم يكن كما في السابق في قرارات سابقة كان عندما تعلق الأمر بالهلال والنصر كان يقال أو بالتحديدا برئيس الهلال أو رئيس النصر كان يأتي القرار أنه إدارة الهلال أو إدارة النصر والآن كان فيه تقدم حتى لو لم يذكر اسم رئيس الهلال سمو الأمير عبد الرحام بن مساعد كما ذكر رئيس نادي نجران المسلم في السابق إنما على الأقل قيل رئيس نادي الهلال حسب ما رأينا وحسب ما سمعنا كان لابد أن يأخرج قرار وقرار مستحق أنت تشوف أنه في فرق بين أن يقول رئيس الهلال ويقول رئيس الهلال الأمير عدرحان مساعد ما تفرق أبو سعيد لا لا في فرق بين أنك تقول إدارة الهلال وأنت تقصد رئيس الهلال وبين أنك تقول رئيس الهلال أها أوكي يعني هم أذكور هنا رئيس في حوادث سابقة أتكلم عن قرارات سابقة كان الأمر يتعلق بالرئيس وكان القرار يأتي ويقول إدارة النادي وبالتالي الأمر يكون فيه يعني تكبير يعني أنت تقول شخص واحد وانت تتكلم عن الإدارة بالكامل الآن فيه فرق على الأقل كان فيه تحديد أنه رئيس نادي الهلال طيب أسألك إذا كان فعلا نفس السؤال لأبو عبدالله يستحق التحذير أم تشعر بأنهم يعني لم يكونوا موفقين من؟ أعتقد أن تكلم عن تصريح رئيس الهلال تسألني ولا تسأل لأبو عبدالله أنا أعتقد أن المسألة هي قريبة من قرار سابق كان المشرف على فريق كرة القدم بنادي النصر وأعتقد أنه حسب اللايحة فالقرار هو في محله